طيب منتخب مصر هيظهر بعد طول غياب وبعد مرحلة الحقيقة من نسميها عدم استقرار يعني أنا بشوف أنه حتى مع كارلس كيروش والرجل كان يعني بيحاول يوصل بين كاس العالم ما كناش راضين عن الأداء كناش راضين عن شكل المنتخب بالتأكيد ما كناش راضين لا عن خسارة اللقب ولا عن عدم الوصول لكاس العالم لكن الحقيقة كانت فترة برضو إلى حد كبير جدا متوترة وكان كيروش بيتهاجم كتير جدا وأنا الحقيقة كنت من الناس اللي في أوقات كتير هجمته وفي أوقات لما كان بيقدم بشكل مختلف وخصوصا في الأدوار النهائية الدولة أشدت بيه وقلت لا فيه تطور حصل فيه لعيبة كانت إضافة عين كيروش نجحت فيه اختيارهم لقائمة المنتخب ونجحه في ده منهم عبد المنعم منهم عمر كمال عبد الواحد وغيرهم من الأسماء لكن جات فترة إيهاب جاء هي مش فترة الحقيقة هو إيهاب جاء لالجي كده في غمضة عين ومشي في غمضة عين هزمته في مباراوة دية قدام كوريا طبعا عجلت هو أنا أعتقد أنه القرار طبعا كان متاخد من قبل ماتش كوريا لكن في النهاية الخسارة قدام كوريا بنتيجة تقيلة عجلت مع أنه راجل ما كانش مسؤول عنها لا من قرائب ولا من بعيد لكن طبعا مش دي الكيس أو مش دلها هيحصل مع روي فيتوريا روي فيتوريا هي لعب النيجر وهي لعب ليبيريا في شهر تسعة وأعتقد فيه مباراتين والديتين تم الاتفاق عليهم أو سيتم الاتفاق عليهم منهم على معتقد واحدة مع بلجيكا في القريب العجل لكن هل تأثر نتائج دي على روي فيتوريا ومستقبله مع المنتخب؟ ما أعتقدش اللي يمكن أصر رد فعل قبل المباراتين هي بعض التصريحات التي تقالت على لسان روي فيتوريا والتي تكلم فيها أنه لا يعد بالوصول لكيس الهائل ولا يعد بالحصول على لقب بطولة أمم أفريقيا وأنا الحقيقة معاه في فكرة يعني لا يوجد مدير فني عائل ممكن يراهن على فكرة تحقيق لقب ممكن أوعدك أن أنا نافس على لقب زي بطولة أمم أفريقيا لكن في كل المنتخبات اللي رايحة لو فيه مدير فني وعد للتحاد والجمهور بتاعه أنه رايح يجيب اللقب ويجي ده يبقى فيه منتقى السزاجة لأنه الكرة ملهاش كبير لكن فكرة التأهل لكاس العالم لا نختلف بقى هنا يعني أنا أعتقد أنه الهدف الرئيسي وبصرف النظر عن اسم روي فيتوريا الهدف الرئيسي لجمهور الكرة في مصر أنه كاس العالم 26 يبقى موجودين دي حاجة ما فيه الشزاء والناس لما أعلنت التعاقد مع روي فيتوريا كلمت في النقطة دي وقيت لك إحنا مش هنستعجل على الراجل وهندعمه بكل الإمكانيات المتاحة وكل طلباته مجابة والهدف اللي تعين على أساسه بتعاقد هيستمر لمدة أربع سنوات هو الوصول لكاس العالم فلما الراجل ييجي من أولها من قبل ما ياخد أول لقاء يقول للناس أنا ما بوعيدش أن أنا أوصل لكاس العالم لا هنا فيه مشكلة كبيرة جدا وعلى الناس المسؤولة أنها توضح لنا يعني هل وإحنا بنتفق معه هو مدير فني كويس جدا المنصفي بتاعه محترم جدا وأنا الحقيقة أراهن عليه بشكل كبير هل الأهم بالنسبة لنا بصرف النظر عن تصريحات دي اللي وصلت الوسائل عليهم صحيحة أو غير صحيحة وفي بعض المسؤولين نفو التصريحات دي لكن أنا اللي يهمني المسؤولين في اتحاد الكورة لما يتفقوا مع روي فيتوريا هل في بنود الاتفاق أو بنود التعاقد تم الاتفاق على أنه هدف أساسي لقيادته لمنتخب الوطني الوصول لكاس العالم ولا دي حاجة تم الاتفاق عليها شفاهيا هل ده بند واضح وصريح ولا شيء مش مذكور أو ما فيش اتفاق رسمي بين وي فيتوريا المدير الفني وبين المسؤولين في اتحاد الكورة على قصة هدف الوصول لكاس عام أتمنى أن يكون لها توضيح على كل أحوال مجلس إدراء أنتم تعرفين طبعا المنتخب عمل معسكر عمل معسكر على فترتين فترة أولى أو فترة تانية فترة تانية تم استبعاد بعض اللاعبين وتم دخول المحترفين اللي بيعابوا برا مصر المعسكر بيقام في برج العرب واتحاد الكورة الحقيقة يمكن أو مجلس إدارة اتحاد الكورة بالأسل جمال علام زاروا معسكر المنتخب في برج العرب في اسكندرية عشان يتطمنوا على ترتيبات ما قبل المباراة وجهزية المنتخب كل المحترفين انضموا محمد صلاح انضم عشان كان فيه كلام على صلاح المباراة الأولى هتتلاعب يوم 23 مع النيجر والمتش الثاني هيكون بعدها باربع تيام تحديدا 27 في مواجهة ليبيريا واعتقد ان التجربتين في بداية المشوار يعني تجربتين مش تجارب قوية ما داشت أقول تجارب قوية لكن خلينا نشوف يعني عايزين نشوف الراجل وشغله وبصمته مع المنتخب في ظل طبعا وجود كمان اللعابة المحترفة وخصوصا في ظل كمان وجود صلاح ويمكن علام يعني كان ليه جلسة ودية كده جماعته بروي فيتوريا الموديل الفني للمنتخب ويمكن كان فيه عدد من المسؤولين كمان من الاتحاد يمكن اللواء محمد حلمي مشهور عامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد كانوا موجودين في الجلسة واكدوا طبعا على انه الجهاز الفني ومسر روي فيتوريا بيحظوا بالدعم والمساندة الكاملة من المجلس الحالي وفيه إصرار على انه كل رؤية الجهاز الفني وكل متطلباته واحتياجاته الاتحاد هيساعده على انه يحق أهاله عشان يعني يقدر ينجح في مشواره مع المنتخب وزي ما قلتلكم نجمي ليفر بول طبعا ومنتخب مصر محمد صلاح انضم خلال يمكن الساعات والليلة اللي فاتت لمعسكة المنتخب وهيشارك أو جاهز المشاركة فيه ان شاء الله في مباراتي نيجر وليبيريا طيب خلينا نروح للقايمة بداية طبعا يمكن يعني كما هو الحال بما انه الرجل الجديد على الكرة في أفريقيا ما يعرفش حاجة عن المنتخبات اللي يلعبها هو طلب من الجهاز المعاون لي انه يجبوا له ماتيريل أو ماتشاط المنتخب النيجر اللي لعب فيها قدام أغندا وتنزانيا في تصفيات كأمم أفريقيا عشان يقدر يعني يدرس أو يبقى عنده فكرة كويسة عن المنتخب قبل ما يوجه ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي هو منتخب النيجر الحقيقة يمكن يعني بدأ مشواره في التصفيات مع أغندا وأغندا الحقيقة من المنتخبات اللي اتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتعادل معها تعادل في المباراة دي واحد وحد بهذا يعني كل فريق سجل هدف في المباراة يعني يقدر يقولك أنه منتخب النيجر برضو مش منتخب سهل أو مش منتخب يعني هتكون مواجهة سهلة أو نزهة لروي فيتوريا لكنه في النهاية برضو مش قوة عظمة وجاء لك على أرضك ومعاك لعيبتك بشكل كامل وأغلب اللعيبة يمكن وصل فورمة كويسة بما أنهما بدأوا موسم أو يعني لا مش بدأوا دول يعتبروا تقريبا في ربع الموسم أنا بكلم طبعا العيبة اللي بتلعب في برا مصر وبالتالي إن شاء الله تكون تجربة مفيدة الأهم طبعا لروي فيتوريا لأنها هتكون انطلقت القيرة بتاعة المنتخب النهائية اللي اختارها روي فيتوريا فيها محمد شناوي أحمد شناوي محمد صبح حراسة مرمى معهم كريم فؤاد عمر جابر علي جابر أحمد حجازي أحمد عبد المنعم أسامة جلال الوينش محمد حمدي وأحمد فتوح في خط النص معهم حمدي فتحي طارق حامد أيمن أشرف محمود حمادة إسلام عيسى أحمد سيد ييزو محمد إبراهيم وأمام عشور وفي الهجوم معهم محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي وأحمد حسن كوكا مروان حمدي مصطفى محمد وعمر مرموش ونجم المتقلق في تركيا طبعا نجم ترمزون سبور تريزيجي ومعهم طبعا أبو صلاح